السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلاب الصف الثالث طلاب مدرسة البيت العتيق الإسلامية اليوم إن شاء الله سنتابع مع بعضنا البعض حل أسئلة الدرس الرابع من وحدة القسمة القسمة على 10 و 5 و 1 من صفحة 44 وحتى صفحة 49 ثالث سنبدأ بحل أسئلة الجزء الأول من هذا الدرس وهو القسمة على 10 في بداية الدرس لدينا مسألة تقول بأن بلال إذن يريد بلال شراء أقلام رصاص ثمن القلم الواحد عشرة قروش فإذا كان معه 100 قرش فما عدد الأقلام التي يستطيع شراءها الآن يا ثالث بلال لديه 100 قرش في محفظته نتخيل أن في محفظته 100 قرش يريد شراء مجموعة من الأقلام ثمن القلم الواحد يا ثالث عشرة قروش إذن بال100 قرش التي معه كم يستطيع بلال شراء قلم الآن نحن نريد أو مطلوب منه في هذا السؤال يا ثالث أن نترجم هذه المسألة إلى جملة قسمة ونحن قلنا سابقا بأن جملة القسمة تتكون أولا من المقسوم وهو العدد الأكبر في المسألة ثم إشارة القسمة ثم المقسوم عليه ثم إشارة المساواة وأخيرا الناتج الآن يا ثالث هو لديه 100 قرش فالمئة القرش يا ثالث هذه نسميها في المسألة المقسوم لأنها العدد الأكبر في المسألة إذن هي المقسوم والعشرة قروش هي المقسوم عليه فتصبح المسألة 100 إذن المقسوم و10 المقسوم عليه تصبح المسألة 100 تقسيم 10 هكذا تقرأ 100 مما إنها المقسوم هي نطيلة ضعها في البداية ثم إشارة القسمة ثم المقسوم عليه 10 قرش يساوي وهذا المربع للناتج إذن كيف نقرأ هذه المسألة دعونا نقرأها مع بعضنا البعض 100 تقسيم 10 100 تقسيم 10 كيف كنا نحل هذه المسألة يا ثالث نعم أحسنتم نضحك على مسألة القسمة ماذا نقول نضحك عليها فنضع نحول هذه المسألة القسمة إلى ضرب نضع إشارة ضرب صغيرة أعلى المساواة ثم نسأل أنفسنا ما هو العدد الذي أضربه بعشرة يعطيني 100 ما هو العدد يا ثالث الذي أضربه بعشرة يعطيني 100 أحسنتم إنها العشرة إذن عشرة ضرب عشرة تعطينا مئة إذن مئة تقسيم عشرة تساوي عشرة مئة تقسيم عشرة يساوي عشرة إذن يا ثالث بلال يستطيع أن يشتري عشرة أقلام بالمئة قرش التي معه إذن عدد الأقلام التي يستطيع بلال شراءها عشرة أقلام أحسنتم الآن يا ثالث ننزل إلى سؤال فكر هنا يقول السؤال ما العدد الذي إذا ضربته بعشرة كان حاصل الضرب مئة هذا السؤال نفسه السؤال الذي استخدمناه لحل المسألة هنا لقد سألنا أنفسنا ما هو العد الذي نضربه بعشرة يعطينا مئة نفس الشيء هنا ما العدد اعتبر نفسك إنك لا تعرف هذا العدد فوضعنا بداله مربع فارغ ما هو العدد يعني مربع فارغ إذا ضربناه بعشرة يعني ضرب عشرة كان حاصل الضرب يعني يساوي مئة إحنا هيك عشان نسهل حان نترجمنا الحزيرة أو السؤال فكر إلى أرقام أو إلى مسألة أو جملة ضرب حكنا ما العدد طيب أنا ما بعرف شو هو العدد فحطيت مربع فارغ تمام إذا ضربته يعني ضرب يعني كلمة ضرب يعني إشارة ضرب بعشرة يعني ضرب عشرة كان حاصل الضرب يعني يساوي مئة طيب شو هو العدد اللي بضربه بعشرة يعطيني مئة يا ثالث يعطيني مئة أحسنتم عشرة إذن عشرة ضرب عشرة كم يا ثالث تساوي مئة إذن عشرة ضرب عشرة يساوي مئة أحسنتم الآن ننتقل إلى الصفحة التالية صفحة خمسة وأربعون الآن يا ثالث هنا في الأعلى يقول لنا بأنه يمكن كتابة جملة القسمة باستخدام رمز القسمة الطويلة وإحنا حكينا عنها سابقا يا ثالث مسألة القسمة الطويلة أو مسألة القسمة الطويلة هي نفس مسألة القسمة العادية لكنها بشكل جديد يعني اعتبروها كأنها ترتدي ملابسا جديدة لكننا دعونا نراجع قليلا كيف نرسم إشارة القسمة نحن تعودنا أن نرسمها بهذا الشكل أولا خط مستقيم صغير ثم ننزل عمودا إلى الأسفل ثم خط مستقيم صغير آخر وتعودنا أيضا بأن قلنا المقسوم يا ثالث نضعه أسفل المظلة العدد الأكبر اللي هو بنسميه المقسوم في المسألة نضعه أسفل المظلة والمقسوم عليه جالس على الكرسي والناتج نضعه على رأسنا في الأعلى هنا تمام الآن يا ثالث أيضا هنا لدينا سؤال فكر حزورة صغيرة يعني يقول السؤال عند قسمة عدد على عشرة مثل تسعون تقسيم عشرة يساوي تسعة تسعون تقسيم عشرة يساوي تسعة ماذا تلاحظ يا ثالث هنا سأعطيكم القليل من الوقت لكي تفكر وتعطيني الإجابة الآن مرة أخرى سأعيد السؤال عند قسمة عدد على عشرة مثل تسعين تقسيم عشرة يساوي تسعة ماذا تلاحظون كما قلنا سابقا عند شرح هذا الدرس يا ثالث نعم أحسنتم عند قسمة عدد على عشرة يا ثالث فإننا نقوم بحذف الأصفار تذكروا عندما قلت لكم بأننا لا نريد هذه الأصفار لا نريد صفر المقسوم ولا نريد صفر المقسوم عليه فنقوم بالتخلص منها وكأننا نرميها يا ثالث البحر نحن هنا نحذف الأصفار صفر المقسوم وصفر المقسوم عليه ولا كأنها موجودة تمام إذن تصبح المسألة تسعة تقسيم واحد ونحن قلنا سابقا أي عدد نقسمه على واحد يعطينا العدد نفسه إذن الملاحظة هنا تقول عند قسمة أي عدد على عشرة فإننا نحذف الأصفار فيصبح الناتج وكأن الناتج هو المقسوم لكن بدون الصفر أو بدون الأصفار يصبح الناتج المقسوم ولكن بدون الصفر رح أكتب الملاحظة هنا حتى تمكنوا من فهمها وحفظها لاحقا اتفقنا؟ حسنا إذن يا ثالث هذه الملاحظة التي توصلنا إليها عند قسمة عدد على عشرة عند قسمة عدد على عشرة فإننا نحذف صفر المقسوم ونحذف صفر المقسوم عليه فيصبح الناتج المقسوم لكن بدون الصفر أو بدون الأصفار طبعا مش دائما ممكن يكون صفر واحد على يمين المقسوم مرات بيكون صفرين تمام يا ثالث إذن عند قسمة عدد على عشرة فإننا نحذف صفر المقسوم والمقسوم عليه فيصبح الناتج المقصوم لكن بدون الصفر طيب حطينا هون سؤال يقول لنا أكمل الآن 30 تقسيم 10 يساوي فرق هنا لدينا طريقتان لحل المسألة إما أن نحول مسألة القسمة ونضحك عليها ونحولها لمسألة ضرب بهذه الطريقة بأننا نضع إشارة ضرب صغيرة أعلى المساواة ونسأل أنفسنا ما العدد الذي نضربه بعشرة يعطينا 30 أو أنه نحذف الأصفار ونزدهم في البحر صفر المقصوم نحذفه وصفر المقصوم عليه أيضا نحذفه فتبقى المسألة ثلاثة تقسيم واحد وقلنا سابقا أي عدد نقسمه على واحد يبقى العدد نفسه أنتوا حرين إما تختار الطريقة الأولى إما الطريقة الثانية يا ثالث إما تسأل نفسك ما هو العدد لأضربه بعشرة يعطيني 30 أو أنك تحدث صفر المقصوم وصفر المقصوم عليه فتصبح المسألة ثلاثون تقسيم واحد ويساوي طبعا أي عدد نقسمه على واحد يعطيني العدد نفسه إذن الإجابة هنا يا ثالث ثلاثة إنه العدد بضرب بعشرة يعطيني 30 وعند قسم الثلاثة تقسيم واحد سوف تكون إجابة ثلاثة ننتقل إلى المسألة التي أسفلها الآن 40 تقسيم 10 يساوي فرق برضو ممكن أحلها إما أسأل نفسي ما هو العدد الذي أضربه بعشرة يعطيني 40 أو ممكن أني أحذف صفر المقصوم وصفر المقصوم فتصبح أربع تقسيم واحد كم؟ أحسنتم أربع يا ثالث أربع تمام الآن ننتقل إلى المسألة التالية ثمانون تقسيم 10 يساوي فرق ما رأيكم بأن نحلها على طريقة حف الأصفار الآن نحن لا نريد الأصفار نريد التخلص منها شو نعمل؟ نحذف صفر المقصوم ونحذف أيضا صفر المقصوم عليه فتصبح المسألة ثمانية تقسيم واحد آه صح أخونا بنذكر أن المس أعطتنا قاعدة حلوة القاعدة بتحكي أنه أي عدد إذ نقسمه على واحد يعطينا العدد نفسه إذن الإجابة هنا أحسنتم ثمانية طيب الآن المسألة التالية سبعون تقسيم عشرة يساوي فرق الآن افرد طالب نسي طريقة حف الأصفار بيقدر أنه يحلها بالطريقة الثانية طبعا بيقدر إذن شو بيعمل؟ بيضحك على مسألة القسمة بيضع إشارة ضرب صغيرة هون بيسأل حاله ما هو العدد الذي نضربه بعشرة يعطينا سبعين؟ نعم أحسنتم إنها السبعة أو إنه يا ثالث يحذف الصفر المقصوم وصفر المقصوم عليه فتبقى المسألة سبعة تقسيم واحد تساوي سبعة هاي حل أسئلة الجزء الأول من الدرس وهو القسمة على عشرة الآن سنكمل حل الجزء الثاني من الدرس وهو القسمة على خمسة تمام؟ ترجمة نانسي قنقر